ما تزال الأثار الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا تتواصل لا سيما في ظل استمرار الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا بسطى تحذيرات من ثورة جياع في العديد من الدول من بينها العراق وعلى غرار ما حدث في سريلانكا توقع تقرير لمنظمة العدل والتنمية الحقوقية اندلاع انتفاضات كبرى في العالم من بينها دول بالشرق الأوسط والقارة الإفريقية وأمريكا الجنوبية نتيجة أزمة الغذاء العالمية وأوضحت المنظمة أن أزمة المواد الغذائية الأساسية وموجات التضخم تهدد عدد كبير من الدول بالإفلاس واندلاع ثورات جياع نحو ما قد يحصل في العراق على رغم ما يمتلكه من ثروات كبيرة بددت بسبب سنوات من الفساد بموازات ذلك أعلنت منظمة الأغذية وزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو في وقت سابق ارتفاع أعداد الدول التي تحتاج إلى مساعدة خارجية من أجل تأمين الغذاء وذكرت المنظمة أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص السلع المحلية أدى إلى تفاقم ظروف عدام الأمن الغذائي في العديد من بلدان العالم من بينها العراق الدولة النفطية التي باتت تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية كحال دول أخرى معروفة باقتصاداتها الضعيفة وكان العديد من النواب والخبراء الاقتصاديين قد حذروا من أن الأمن الغذائي في العراق يواجه مرحلة خطيرة بسبب قرب نفاذ الخزين الاستراتيجي للعديد من المواد الأساسية في الوقت الذي يعاني فيه البلد من شلل مالي نتيجة عدم إقرار الموازنة بسبب الصراع السياسي المتواصل والفشل في الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة أزمات مستعصية يعيشها العراق منذ احتلاله عام 2003 وفساد متراكم لسنوات أدى إلى تدهور اقتصاد البلد مدفوعا بتجربة سياسية حققت أرقاما قياسية في الفشل عبر تحكم المحاصصة الطائفية بمقدرات البلاد وتسلط الأحزاب والميليشيات التي سرقت ثروات شعب بات اليوم على شفير كارثة اقتصادية تستكبل سلسلة الأزمات التي تطوقه من كل جانب تستطcurrent من أجل في المتجم grand습니다 تشكيل الح